بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتناول في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله موضوعا مهما من أهم موضوعات علوم القرآن وهو يتعلق بفهم القرآن وبيان معانيه وقد سبق أن بينا أن علوم القرآن تتناول خمسة جوانب تتعلق بالقرآن الكريم الجانب الأول مصدر القرآن ثم نزوله ثم حفظه ثم نقله ثم بيان معانيه أو ما يتعلق بفهمه ومعرفة المراد منه فالتفسير علم التفسير يتعلق بالأمر الخامس وهو فهم القرآن وبيان معانيه في هذه الدروس نريد أن نرقي الضوء على هذا الموضوع المهم الذي هو علم أو موضوع التفسير وما يتعلق به من خلال عدة الجوانب تناولها أهل العلم بالتفصيل والحديث وسنركز في هذه الجوانب على الأمور المهمة التي تعرف بهذا العلم المهم الذي هو من أشرف العلوم فهذا اللقاء إن شاء الله سوف نتعرف من خلاله على هذا العلم ما المراد بالتفسير ثم نتحدث عن أهميته ومكانته ثم نختم بحكم تعلمه طبعا المؤلف رحمه الله تكلم عن علم التفسير في موضوع في كتابه مباحث في علم القرآن الذي هو التفسير والتأويل حيث تكلم عن معنى التفسير والتأويل وهما متقاربان سنركز الحديث على معنى التفسير والمراد به ونركز على بيان فضل هذا العلم وأهميته ثم حكم تعلمه المؤلف في التفسير طبعا عرفه من حيث اللغة بأن التفسير في اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول ثم ذكر كلاما في هذا وأن مادة الفسر في اللغة تعود إلى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول وذكر ما يتعلق بذلك من شواهد كمان في قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا هذا هو المعنى المعروف وذكر تفصيلا في هذا ثم عرفه في الاصطلاح وذكر تعريفين أحدهما تعريف أبي حيان تعريف أبي حيان المفسر المعروف وقال هو علم يبحث عن كيفية النق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتهتمات لذلك وشرح هذا التعريف ثم ذكر تعريف الزركشي الإمام الزركشي في البرحام في علوم القرآن حيث عرف التفسير بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه هذا ما يتعلق بما أورده المؤلف سوف نذكر مهمات هذا الأمر في العرض التالي وأرجو أن تتنبه معي له فنلخص ما يتعلق بهذا الموضوع في العناصر التالية فأولا خلاصة ما يمكن أن يقال في تعريف التفسير أولا تعريفه التفسير في اللغة هذه الخلاصة التي نركز عليها مصدر فسر يفسر وأصله من مادة فسر وهي كلمة تدل على بيان الشيء وإضاحة وأما في الاصطلاح فله عدة تعريف وقد ذكر المؤلف منها تعريفين كما سبق ومن أحسنها أنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية وهذا تعريف الزلقاني في كتاب مناهر العرفان أو هو باختصار كما عرفه الشيخ بن عثمين رحمه الله بيان معاني القرآن الكريم بيان معاني القرآن الكريم إذن علم التفسير علم يراد به بيان المعاني ولعلنا نقف وقفة سريعة في أننا نتعامل مع القرآن من خلال خمسة أمور قراءته والاستماع إليه وهذه أول مرتبة طبعا بعد الإيمان به ثم فهمه وهذا هو التفسير ثم تدبره وهذا هو ما يتعلق بمعرفة حقائقه وما اجتمل عليه من المقاصد ثم الاستنباط منه ثم العمل به فهذه خمسة أمور الأمر الأول اللي هو مرحلة التلقي سواء بالقراءة أو بالاستماع ثم فهمه ثم تدبره وتدبر آياته وذلك بمعرفة حقائق القرآن وما اجتمل عليه ومعرفة مقاصده الكبرى ثم الاستنباط منه استنباط الأحكام التي تأخذ من القرآن الكريم ومن آياته ثم العمل به وهذا هو المقصود الأعظم فعلم التفسير يتعلق بالفهم إذن علم التفسير يتعلق ببيان معاني القرآن الكريم هل لهذا العلم أهمية؟ نعم هناك أهمية كثيرة وكبيرة لهذا العلم ستتبين من خلال الوجوه التالية تظهر أهمية هذا العلم من خلال الوجوه التالية أولا أنه علم متعلق بكتاب الله تعالى من حيث بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه قال الإمام ابن الجوزي في مقدمة تفسير هزاد المسير لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أو فالفهوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أو فالفهوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم فأولا من وجوه بيان همية علم التفسير أنه علم متعلق بكتاب الله وكفى بذلك منزله ومكانه لعلم التفسير الأمر الثاني أن الاشتغال بالتفسير أو بتفسير القرآن العظيم قيام بمهمة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالتفسير اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو تأملنا آيات القرآن التي تبين مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ووظيفته وماذا كان يقوم به عليه الصلاة والسلام لو وجدنا أنها تدور على أنه عليه الصلاة والسلام كان يركز على تعليم الناس للقرآن كما قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم في سورة البقرة وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس القرآن ويعلمهم إياه لفظا ومعنى فالاشتغال بتفسير القرآن قيام بمهمة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم والاهتمام به اقتداء به عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك شرفا لعلم التفسير حيث كان يقوم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن وجوه أهمية علم التفسير أن الاشتغال به تعلما وتعليما سبب للحصول على الخيرية والفضل فخير الناس في باب التعلم والتعليم هم من تعلموا القرآن وعلموه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية الله إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولا شك أن تعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم الألفاظ وتعليمها وتعلم المعاني وتعليمها وتعلم المعاني وتعليمها أفضل من تعلم الألفاظ وتعليمها فعندنا في القرآن تعلم ألفاظ يعني كيف نقرأ وتعليم الألفاظ كيف يقرأ القرآن وتعلم المعاني المراد بآيات القرآن وتعليمها وهذا أشرف كما قرر الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله والإمام بن القيم لأن المقصود أصلا من القرآن هو فهم معانيه للعمل فالألفاظ وسيرة للمعاني إذن من اشتغل بتعلم التفسير وتعليمه فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه من وجوه أهمية التفسير أن التعلم أن الاشتغال بهذا العلم أن الاشتغال بهذا العلم اتباع للصحابة رضي الله عنهم ولمن تبعهم بإحسان أن الاشتغال بهذا العلم اتباع للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حيث كانوا يعتنون في معاني القرآن الكريم فمن اشتغل به فقد اتبع الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أن هذا شرف حيث كانوا يعتنون بمعالي القرآن وبتفسيره فجمعوا بين التلاوة والتدبر وتعلموا العلم والعمل جميعا كما دل على ذلك الحديث الصحيح أو الأثر الصحيح الذي قال فيه أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا إذن من اشتغل به فقد سار على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين أمرنا بأن نتبع سبيلهم واتبع سبيل من أناب إلي نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من أتباعهم وأتباع أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام أيضا من وجوه أهمية علم التفسير وهو الوجه الخامس أن علم التفسير علم جامع لكثير من العلوم لأنه متعلق بالقرآن الذي جمع علم الأولين والآخرين قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن يعني فليثور القرآن وليستنبط منه وليتفهم ما فيه فمن تعلم التفسير جمع العلوم الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم وهذا لا شك يبين أهمية التفسير ولذلك قال هو أبو العلوم وأيضا أن علم التفسير وسيلة مهمة للقيام بمهمة عظيمة جعلها الله عز وجل مقصدا من مقاصد إنزال كتابه وهي تدبر آيات ومعلوم أيها الإخوة بأننا لا نستطيع أن نتدبر الآيات كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته إلا إذا فهمنا المعاني ففهم المعاني الذي هو التفسير وسيلة لتدبر آيات القرآن الكريم ثم العمل به ثم الوجه السابع من وجوه أهمية علم التفسير أن تعلم التفسير يبعث على الفرح والاستفشار بكتاب الله ويعين على التلذذ به لأن ذلك يفتح أبواب المعرفة ويزيد الإيمان ولا شك أن هذا يفرح أهل الإيمان ويزيدهم استفشارا كما قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستفشروا ذكر محمود شاكر في مقدمة تحقيقه لتفسير الطبري قولا عن أبي جعفر الطبري أنه كان يقول إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته فلا يلتذ بقراءة القرآن ويستبشر ويأنس بقراءة القرآن إلا من فهم المعاني وعرف مدلولات الآيات فيفرح بالقرآن ويتلذذ بقراءته وكلما كان علم المرء بالقرآن أكثر زاد فرحه واستفشاره قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بأهمية علم التفسير ومكانته بقيت مسألة نختم بها وهي أو خاتمة تتعلق بعلم التفسير قال السيوطي رحمه الله إذا عرف ذلك أهمية التفسير فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه فموضوع علم التفسير هو كلام الله تعالى أما من حيث الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوذقة والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى فهذه خاتمة تبين من كلام السيوطي أهمية صناعة التفسير وأن ذلك بلغ أو يحصل الشرف من الجهات الثلاث من جهة الموضوع ومن جهة الغرض ومن جهة شدة الحاجة أخيرا حكم تعلم التفسير وتعليمه قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في رسالته في أصول التفسير أصول في التفسير قال وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها لأن التدبر لا يمكن أن يتحقق إلا بفهم المعنى الذي هو التفسير ولذلك معرفة التفسير وتعلمه واجب لأنه لا سبيل لتدبر القرآن إلا بمعرفة معانيه ولا نعرف المعاني إلا عن طريق العلم بالتفسير قال السيوطي وقد أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات نجمع بين القولين هذين تعلم التفسير واجب يعني واجب على الكفاية من حيث مجموع الأمة لا بد أن يعلموا بتفسير القرآن الكريم ثم كل عبد عليه أن يعلم من التفسير ما يحتاج إليه وما يقيم به عقيدته يصحح به عقيدته ويقيم به دينه كالعلم بالآيات المتعلقة بالعقيدة والآيات التي ذكرت أصول العبادات فلا بد من معرفتها ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه قسم أو على أربعة أقسام أو أوجه وجه لا يعلمه إلا الله هذا لا سبيل إلى معرفته كالأمور الغيبية وقسم تعرفه العلماء وهو الذي يتعلق بدقائق المعاني ومعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما شابه ذلك وقسم لا يعذر أحد بجهالته وهو ما يتعلق بأصول العقيدة وأركان وأصول العبادات وقسم تعرفه العرب من كلامها وهو ما يتعلق بالكلام العربي الذي تستخدمه العرب في كلامها فهذا كل عربي يفهمه السماء والأرض والجبال وما شابه ذلك من الكلمات والآيات التي جاءت على لغة العرب ونزلت بلسانهم فإن هذا يعرفه كل عربي بلسانه إذن فالذي لا يعذر أحد بجهالته واجب على العين وتفسير تعلمه العلماء هذا على الكفاية لا بد أن يقوم في الأمة من يقوم به وبهذا ننتهي من المقدمات المتعلقة بالتفسير وقد بينا فيها أيها الإخوة الكرام المسائل التالية وهي تعريف التفسير ثم أهمية التفسير ومكانته ثم حكم تعلمه هذا ما يتعلق بمقدمة في التفسير أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة